بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التقى الرئيس عبدالفتاح سيسي كبار قادة القوات المسلحة حيث قدم سيادته التهنئة القوات المسلحة بتلك المناسبة وخلال اللقاء أكد الرئيس سيسي أن الشعب المصري يقدر الجهود وتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصيدة داخليا وإقليميا ودوليا إلى جانب بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة حيث أكد الرئيس السيسي أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم ويؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الإطار وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين كذلك خلال اتصال هاتفية لقاء رئيس السيسي من الرئيس الروسية وصارح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام رادي بان الاتصال تناول التباحث حول مجمع الموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وقد رحب الرئيس السيسي باستئناف حركة الطيران معربا عن التطلع بأن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية ومن جانبه أعرب الرئيس الروسية عن حرص بلادها على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر مؤكدا أن روسيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار محيطها الإقليمي بأسرها وقد تناول الاتصال كذلك التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا ومستجدات ملف فصد النهضة تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بثا مباشرا على صفحتها الرسمية ضمن فعاليات رمضانيات التنسيقية والتي تحمل عنوان حياة كريمة خطوة على طريق العدالة الاجتماعية ومن المقرر أن تناقش التنسيقية برامج الحماية الاجتماعية ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والنجوب بحياة المواطن المصري وذلك بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أماناء مؤسسة صنع الخير والدكتور خايد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامر الاجتماعية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 676 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166 ألفا وأربع وعشرين حالة وفي بيانها اليومي أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 45 حالة جديدة أظهرت تابيانات حكومية في الهند زيادة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا حيث تم تسجيل أكثر من 346 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة كما سجلت الوفيات اليومية في الهند بسبب كورونا زيادة قياسية بلغت 2624 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 189 544 حالة وفاة أوصت لجنة استشارية للمركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستئناف التطعيم بلقاح جونسون عن جونسون وذلك المضاد للفيروس كورونا بعد توقف دامة لمدة 11 يوما حيث صوت عشر من أعضاء اللجنة مقابل أربعة للصالح رفع إيقاف اللقاح وأوضحت المركز الأمريكية لسيطراته على الأمراض والوقاية منها أن استخدام اللقاح يجب أن يستأنف في الولايات المتحدة معتبر أن فوائد اللقاح تفوق بكثير مخاطره نشرت الولايات المتحدة الأمريكية الطائرة من تراز بي إيتل للمساعدة في عملية البحث عن غواصة مفقودة للبحرية الأندونيسية في بحر بالي يأتي ذلك وسط تلاشي الآمال في إنقاذ طاقمها المؤلف من 53 فرضا بسبب نفاذ الأكسجين في الغواصة وبدورها أكدت البحرية الأندونيسية أنها أرسلت طائرات هليكوبتر وسفنا إلى المنطقة التي انقطع فيها الاتصال مع الغواصة والتي كانت تستعد لإجراء تدريب بالتربيدات أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها العميق إزاء تصعيد العنف في مدينة القدس مؤكدة رفضها للهتافات المناهضة للفلسطينيين والتي أطلقها يهود متطرفون كانت قد اندلعت مواجهات بين شرطة إسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة مساء أمس وداد إصابة أكثر من مئة فلسطينية بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدسة والتي أعقبت مسيرا نظمها يهود متطرفون في القدس وأطلقوا خلالها حتافات معادية للفلسطينيين والعرب أكدت روسيا ضرورة عقد اغتماع وزاري للجنة الربعية للوسطاء الدوليين بأسرع ما يمكن وذلك لعقد مشاورات بين الأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وفي أعقاب اجتماع مبعوثي الربعية أكد المبعوث الخاص للخارجية الروسية لشؤون التسوية الشرق أوسطية بلاديمير سافرونكوف أن موسكو أكدت أهمية عقد اجتماع ربعية على مستوى الوزراء وتوسيع تعاون هذه اللجنة مع اللاعبين الكبار في المنطقة وشيرا إلى أن المبعوثين بحثوا الخطوات العملية للربعية الدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين نهاية مجازة تساعف واصل ونعود لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر